أنهت البرصة المصرية تعملات جلسة بداية الأسبوع على تراجع جامعي للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 726 مليار و600 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات هبط مؤشر EGX30 بنسبة 21.21% ليغلق عند مستوى 11.438 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 36.3% ليغلق عند مستوى 1.982 نقطة وانقفض مؤشر EGX100 بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2.984 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و76 قرشا للشراء و17 جنيه و91 قرشا للبيع أما بالنسبة للسعر الاستنليني فوصل سعره إلى 21 جنيه و21 قرشا للشراء و21 جنيه و41 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتية إلى 4 جنيهات و26 قرشا للشراء وأربع جنيهات و30 قرشا للبيع أما عن سعر أريال السعودية فوصل سعره إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء وأربع جنيهات و20 قرشا للبيع